اشتركوا في القناة نستخدمه في الحديث عن الاشياء اللي تحصل الان في لحظة الكلام يعني وقت ما اتكلم فعل صاير امامه لا نسميه مباشر او لايف ولا نعبر عنه بريزنت كونتونيوس المضارع المستمر رح نتعرف اليوم ان شاء الله على طريقة تكوين هذا الجملة الزمن طريقة تكوين جملة في هذا الزمن وان شاء الله رح ناخد بعض الامثلة وطريقة تكوين جملة بشكل صحيح في هذا الدرس اليوم ففي بداية ان شاء الله نتعرف على طريقة تركيب الجملة وكيف نتكلم عن حدث مباشر الان نحتاج ان نتعرف على بعض اجزاء الجملة فراح نستخدم ان شاء الله في هذا الزمن سوبجيكت له الفاعل نحتاجه لبعد شوي نحتاجه لverb بي فعل مساعد بي اللي هم يتقومن ثلاثة اشياء او ثلاثة كلمات ام از ار وراح نستخدم ايضاً verbalist ing الفعل نضاف ال ing راح نركب هالتركيبة هذي كل هالخلطة لين اطلع عدنا جملة مثل هذي فنقول I am teaching لو انا ادرسها الأمان مثلاً فاللحظة فاقول I am teaching فكيف نوصل لها الجملة هذي من خلال ترتيب بعض الاشياء اللي راح نتعرف عليه في الجمل الجايه أولاً يجب أن نعرف المساعدة بما أن الفعل حدث الآن في اللحظة هذي وقت الكلام فحتاج أن أضيف له ING اللي هو علامة الاستمرار أو مضار المستمر فأقول I am playing أو نختصره I'm playing I'm playing basketball مثال آخر لو نتحدث عن الشخص راح أقول عنه HE فراح يكون السبجكت هنا أو الفاعل HE هو وحيحتاج إليه is الفعل المساعد is لأن استخدمنا he So I would say he is أو أختصرها he is فلو جمنا على مثال فوتبول لو شخص يلعب كورة فأقول عنه He is playing وما ننسى أن play هذا الفعل محتاج أن يكون فيه ING فنقول He is playing football لكن لو أنا لكنت ألعب بأقول بدل He is بأقول I'm I'm playing football مثال آخر عدنا بنت في الفاعل بيكون she لهو السبجكت ويقول she is أيضاً فنقول she is أو نختصرها she's she is هي فلو كانت البنت تلعب تنس فور اكزامبل بأقول she is playing tennis she is playing tennis أسف تكرر في اللا هي انجيني So she is playing tennis for example لو ترح نتكلم عن أو نتكلم مع شخص سرح لها you ورح أقول لها you are نختصرها ل your فرح أنا أتكلم مع واحدة يقول لها أنت So you أو you are هدا السبجك مع الفربي فرحو كان لعب مثلاً فوليبول كرة الطائرة بأقول لها you are play وما أنسى لها play هدا الزرب يحتاج لها ing فأقول you're playing volleyball you're playing volleyball أو you are playing volleyball هدا الزرب لو نتكلم عن نفسنا احنا مثلاً عاملين فعل معين في هاللحظة وحب نتكلم عنه نحتاج للسبجك يكون we نحن plus are بفعل مساعد are verbi so we are ونختصرها ل we're ولو حب نتكلم مثلاً نقعد ندرس في المدرسة في هاللحظة هادي فنقول we're study وهدا الفعل study زي ما ضفنا ل play ضفنا ل ing نفس الشي study راح ضيف ل ing فأقول we're studying we're studying لكن لو جان شخص يتكلم عن مجموعة يتكلم عن هذو الأولاد أو الطلاب بيراح يستخدم they هم ويشبك معها they are ويختصرها ل their they are لهم هم أو their فمثلاً هم يدرسوا فأقول they're study واضيف له ing they're studying they're studying إذن لو اللي خاصة بشكل سريع اللي تعرفنا عليه نحتاج عساس نكون جمله present progressive و present continuous إلى ثلاث ركاز أساسية the first one is the subject لازم يكون الفاعل so i ويحتاج إليه فع مساعد اسمه am لكن لو تغير الفاعل إلى he or she or it هذ ثلاث ضمائر والثلاث subject pronouns نحتاج إليهم فع مساعد اسمه is ولكن لو جينا the you we they نحتاج فع مساعد are وكل الأفعال اللي راح تجيب عراها بعدها نحتاج نضيف إليها ing فمثلا يقول i am playing i am running i am i am pushing i am speaking and so on لو غيرت الفاعل راح أقول he is playing you are playing and so on فهذا المكان هو الفعل اللي يكون في i انتشو أقدر استخدم أي فعل هدول تقريبا لازم نحفظهم أساساً يعرف متى استخدم i مع am he with is and so on فلو أنا بتكلم عن أخوي مثلاً إن قاعد يلعب مثلاً أقول he is playing أو تكلم عن الوالدة إنها جاهز تطبخ الآن في اللحظة هذه فأقول she لأن أتكلم عن الوالدة فهي مؤنث so she فما أقول am ولا أقول are I would say she is والفعل لهي تطبخ cook فأقول she is cooking she is cooking now for example so this is in a brief the present progressive وصيغة الإثبات مني لما نكون جملة في الزمن present progressive فلو رجعنا لكتابنا page 47 بنلاحظ في أمثلات من هالكتاب هنا ومستخدم فيها present progressive he's playing basketball so he's playing basketball لاحظ استخدم he هذا الـ subject لأنه تكون مع الشخص و is مقتصرة مع he و play أضاف له ing he's playing football he's playing tennis he's playing volleyball he's playing football he's playing football he's playing football she's playing a board game they're playing volleyball وعطنك كل واحدة واختصارها وعندنا هني number one activity قطعة قراءة أو أنشودة الطالب يتعرف عليه قراءة راح يلاحظ فيها بأمثلك عن present progressive في كتاب النشاط عندنا بعض الأمثلة أو بعض الأتماني الأسف number one listen and number one to four راح تسمع يتكلم عن الصور الأمامنا عندنا أربع صور أو أربع أشخاص A, B, C, D كل شخص بيعطيه صفة أو واصف وقت رقم one to four workbook module four people a chant one listen and number one to four one where's Omar he's playing football two where are Karim and Jim they are playing tennis look three where's Paul he's playing basketball he's very good at basketball four where's Jamal he's over there with his father he's playing volleyball let's go and play with him okay let's go let's go بعد ما أتحلهم تأكد من إجاباتك يعني لا تشوف الإجابات لا بعد ما أتحلهم وقف الشريط وشوف الإجاباتك بعدين نتأكد منهم so a number two b number three c number four c number four d number one تمرين الثاني number two look at activity one and write number one number one number one he's playing football so number two what should we say ها نقول عنهم عاط لناك الجمل أو بغا تكملهم إما بتختار he is أو there وبعد ما تختار جملة الموجودة هنا وبعد ما تحل التمرين تشيك على إجاباتك so number two راح تقول they're playing tennis لنهم ثنين there three he's playing basketball number three قعد عبتن كرة السلة so he's playing basketball four he's playing volleyball تستخدمنا هي في جملتين لنهم مشكل واحد لحالة جملة أو شخص واحد so he هو التمرين الأخير في هاد الفقرة أو هاد الصفحة put in the correct order ترتب الجمل بالترتيب الصحيح عاط لنك الجمل لك مخربطة يحتاج ترتيب صحيح فبعد ما توقف الشرية وتحلهم تأكد من إجاباتك so are playing you football وحتصير you are playing football playing I tennis am I am playing tennis volleyball playing we are we are playing volleyball she is playing a board game she is playing a board game you are playing a board game يا طيكم الصحب العافية وإن شاء الله نشوفكم دروس ثانية